طائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخين الاعتراف الرسمي الإيراني الأول الذي يؤكد هذه الرواية نافيا بالمطلق الأنباء التي ترددت حول وجود حرب إلكترونية واختراق لأجهزة الدفاع الجوي الإيرانية التقرير الثاني لمنظمة الطيران المدني الإيرانية أكد أيضا سلامة الذواكر الرئيسية للصندوقين الأسودين رغم تضرورهما موضحا أن قراءتهما تتطلب أجهزة خاصة لم ترد فرنسا وأمريكا على إيران بشأن الحصول عليهما بالتأكيد هناك الكثير من الأمور المبهمة وهذا ما أكد عليه حتى المرشد الإيراني يجب استكمال التحقيقات بالكامل ومعرفة ما جرى تقرير منظمة الطيران المدني الإيرانية استند في تحليلاته على معلومات أجهزة الرادار المحلية وكذلك شهود عيان في مكان سقوط الطائرة وآخرين تابعوا الحادث من طائرة كانت تحلق بالقرب من المكان ومع استمرار التحقيقات وتسليم معظم جثث الضحايا يبدو السؤال الأهم كيف سيتم تعويض أسر المتضررين الذين يقول التقرير إن معظمهم إيرانيون بالنسبة لإيران لا فرق بين إيراني وغير إيراني فجميعهم ضحايا ويجب العمل على تعويض أسرهم ولو أنهما من شيء يعود خسارتهم وتقرير شرطة الجوازات في المطار قال إن ركابهم 146 يحملون جوازات سفر إيرانية وعشر أفغانية وخمس كندية وأربع سويدية واثنين أوكرانية إضافة إلى طاقم الطائرة التسع تقول طهران إن تقديرها الثاني عن سقوط الطائرة الأوكرانية هو من ضمن الإجراءات الأولية أما التحليلات والنتائج فتحتاج إلى المزيد من التدقيق والبحث تريد إيران إنهاء ملف الطائرة الأوكرانية بشتى السبل توفد وزير نقلها إلى كييف لتقديم التعازي والوعود بالتعاون في التحقيقات بكل تفاصيلها لكن الحادث يبقى بالنسبة لكثيرين كما وصفه الرئيس حسن روحاني خطأا لا يغتفر حازم كلاس العربي طهران